حديث اليوم عن الملف الإنساني اعتباراً من اليوم السبت الخامس والعشرين من مارس لا رحلات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر مطار صنعى قرار اتخذته ميليشيات الحوثي مطالب المنظمات بإعادة جدولة رحلاتها على أن يسمح لها فقط بتشغيل رحلات خلال يوم واحد في الأسبوع حدده الحوثيون بيوم الجمعة بررت ميليشي الحوثي هذا الإجراء بما أسمته الاستياء والغضب الشعبي لعدم تشغيل رحلات إضافية تجارية من مطار صنعى الحوثي كان يطالب خلال مفاوضات تمديد الهدنة بتوسيع الوجهات من مطار صنعى بالإضافة إلى مصر والأردن وأن تكون وجهات أخرى من بينها الهند وماليزيا طالب أيضاً برفع القيود عن وصول السفن لميناء الحديدة أيضاً دفع الحكومة لرواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرته المفاوضات التي كانت تدور بشأن ترتيب هذه المطالب مقابل تمديد الهدنة أصطدمت بتعنة الحوثي ورفضه تبديد الهدنة في الثاني من أكتوبر 2022 وذلك بسبب طرحه مطالباً إضافية تتمثل بدفع رواتب منتسبي وزارة الدفاع والداخلية في صنع طبعاً التابعة للحوثي للمقاتلين في صفوفهم ورفض حينها أيضاً التوقيع على اتفاق لتمديد الهدنة وأظهر الحوثي طوال الأشهر الماضية تحلطاً كبيراً مع المبعوث الأممي إلى اليمن والمفاوضين الدوليين والإقليميين كما صعد عسكرياً في بعض الجبهات هاجم أيضاً المنشآت النفطية وموانئ التصدير في مسعى لابتزاز الحكومة الشرعية والتحالف في الأوان الأخيرة شددت كل من مصر والأردن شروط دخول اليمنين القادمين من مناطق الحوثيين إجراءات الدخول إليها هنا وزارة النقل التابعة للحوثي اعتبرت تلك الشروط والإجراءات ناتجة عن سوء تصرف شركة الخطوط اليمنية أو الخطوط الجوية اليمنية بالتالي أقدمت الإسبوع الماضي على تجميد أرصدتها في بنوك صنعاء اتهمت هنا الناقل الوطني اليمني بالتقصير في عمل الترتيبات اللازمة بالسفر إلى مصر والأردن والتي بالطبع لا تمتلك القرار فالقرار كان مصريا وأردنيا بحث ثم تلا هذه الخطوة منع رحلات المنظمات الدولية لصنعاء ما اعتبره مراقب خطوة للفت الأنظار وأيضا تضيق الخناق على السكان اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي